انو يعطي منعرش شنو كيفاش يصير الامور لو بروتوكول كيفاش ولكن يسمح له انو يهبط ويدفن امه ما كان ينجم يعمل حد شي رئيس قاسعيد خلينا ورئيس ويدخل وما يده ما كان ينجم يعمل شي قانونا حتى قانونا الرئيس عنده سلطة العفو وبعد ما يتم التعقيب وبعد ما يتم كذا والطريق لحكايات هذية الكل تبقى مش منضيعوش لحكاية هذية قضية ياسير العياري قضية سياسية بامتياز علاش بش يذكر التاريخ نهاريخر كياسين ربي يعطيها الصبر ويغمض عينيه بعد عشرين سنين ثلاثين سنين ويطول في عمره بش يقول انا تحرمت من اني نشوف امي في لحظاتها الاخيرة علاش خطر عبرت على راي كتبته فتحكم عليها في المحكمة العسكرية بعشرة شهر حبس هذي هي الحكاية اللب القضية في هذه المسألة كي العادة في محاكمة المدنيين امام محاكمة عسكرية ومن اجل اراء بعقوبة بدنية بالسجن يعني له اخطية خطر من حق زيدة كل واحد زيدة انه حد يطلب حد كيف كيف من حق الضحية انه يشكي وانه يقعها اذا ثبتت بطبيعة انها ثلب ولكن هذا حان الوقت لتغيير هذه القوانين بلايش انت تدعي انك ديمقراطية في العالم اليوم تعاقب العباد على اراءهم يا ولدي بدل مجلة الجزائية راه العقوبة البدنية مش سهلة يا ولدي يا ولدي انا قلت يا ناصر ينقلابي وثبت انه ناصر هذا ذا كان اعتبرنا كلمة ينقلابي انها تهمة يسيدين اعتبروها تهمة وانا ما نشوفش في روحي انقلابي اي اخو يعطيني اربع ملايين انخلص ولا يعطيني زوز ملايين يا اخي السجون التوسية تلمان فارغة نحب نعبيوها بقضايا الرأي هذا جوهر القضية جات لحظة دراماتيكية لوفاة ام ياسين وهو في المنفى لتعيد هذا هو الاساس القضية ياسين توسي سيفيني هي رب يرحمها والان تحت التراب والان في السماء هناك روحها طاهرة لكن القضية اللي بيش تتواصل معاك ياسين وغير ياسين هي الى متى اليوم هذه المسألة اللي حرمت في السابق وبتزيد تحرم في المستقبل الحب يحطوها قضية انسانية للأسف 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 ياسين له سارق جاجة ياسين له يروش في مخدرات ياسين له ياسين الناس كل تشهد له بما فيهم خصومه في البرلمان اكثر نايب كان قايم بخدمته وحده منفريدا في الملفات في المواطنين اللي مشيوا يشكيه في الوزراء ياسين للأسف التاريخ سيسجل انه تورده هي زيدة من اجل ارائه ارملت شهيد اعطى دمه للبلاي ارملت شهيد مش كان ياسين ارملت شهيد رجلها زوجها اعطى دمه بش يحمي البلاد ولي يحكيوا عن الرصاص يحكيوا عن الرصاص الارهابي الغادر في تونس بعد الفين وحداش للتاريخ النبوية سير العياري المرحوم كان اول شهيد تونسي سقط برصاص الارهاب الجديد هدي في الفين وحداش في روحية لمن اعفوش شني اله